صباح الخير مشاهدين الكرام ومشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك معكم غيدة جبيلي متابعة للجريمة المروعة التي أودت بحياة ليلة رزق هذه الصيدلانية التي كانت تمارس عمل في صيدليتا بمنطقة لمروج بالمتن حيث تعرضت للقتل متابعة لهذه القضية لمعرفة معلومات أكثر معي إلى جانب نقيب الصيادلة جو سلوم اللي اليوم النقابة أصدرت بيان في هذا الإطار وأنتو كمان عملتوا إضراب أقفلتوا جميع الصيدليات في بيروت بالتحديد تضامناً مع وكل المناطق تضامناً مع ليلة رزق أوشي تعزينة الحارة شكراً اليوم نحن أقفلنا الصيدليات هي تضامناً أكيد مع روح زميلتنا الحبيبة ليلة اللي عم تؤدي وجبة الإنسانة والصيدلانة إلى جانب المرضى ولكن هي باسم كل مواطن لبناني بيرفض الجرائم بيرفض أي شكل من الأمن السائب نحن اليوم بنا ضبط الحدود نحن بنا مراقبة كل الأشخاص أو العاملين الغير لبنانيين بنا حماية الصيدليات وحماية كل اللبنانيين معالي وزير الداخلية مشكوراً عم بيقوم بواجبو نحن على اتصال وتواصل كل ديئة وكل لحظة بلحظة معه ولكن نحن بهمنا اليوم يكون هذه الجريمة على فزاعتها وعلى بشاعتها يكون تغيير نقطة تغيير حقيقة بواقع اللبنانيين اللي عم يعيشوا الفظائع فظائع جرائم التهديد الخطف وكل الأنواع العنف جوي يعني نحن نعرف أنه تضاربة المعلومات حول دخول أحد الأشخاص تعرضة ربما للعنف محاولة للاختصاب بعض يعني كل المعلومات منى واضحة في هذا الإطار في البعض قال أنه كمان تم سرقة الصيدلية قبل قتلى والهروب هل هناك معلومات حتى هذه الساعة قدرت تعرفوها عن ما جرى خلال الساعات الماضية؟ نهاية الخيط لحدث هلأ ما بينت أو على الأقل لم تكشف حتى الساعة ولكن بغض النظر إذا كان في عملية سرقة أو عملية أخرى إذا كان هناك عملية زبح أو عملية طعن أو عملية خنق أو ما رافق مع ذلك لفضاعة الجريمة والطريقة اللي صارت فيها الجريمة وبوضح النهار واقتياد الصيدلية إلى داخل الحمام والطريقة اللي قتلت فيها لفينا نقوله أنه جريمة فضيعة وإجرام ما بعده إجرام ومن هون نحن نرجع منشدد على ضرورة حماية الصيدليات والعملين في القطاع الصحي وكل اللبنانيين وبخاصة ضبط الحدود ومراقبة العاملين الغير لبنانيين في كل المناطق عم بذكارة مرتين ضبط الحدود تبين أنه في حدا من جنسية غير لبنانية هو الأقضى؟ طريقة العملية وطريقة الإجرام وطريقة اللي صارت فيها إذا مندل على شيء بدل أنه مش لبنانية لإمه بالجريمة ولكن نحن ننتظر نتائج التحقيق طيب شكرا لإلك سؤال أخيري بتعلق اليوم كنا عم نسمع بفترة الأخيرة أنه حتى أصحاب المستشفيات كانوا عم بيطالبوا بحراسة للمستشفيات هل أنت كمان بتطالب بحماية من وزارة الدبط؟ نحن عملنا اليوم عم بتحاول أقصى ما فيها بظل الفلتين نحن اليوم عملنا تحرك كقطاع طب مستشفيات وطب موردين وصياد لمن حوال الأسبوع وطلبنا الحماية المراكز الطبية والتشدد في معاقبة المخلين في الأمن أكيد نحن من طالب الحماية مش بس للسيادة وإنما للكطاع الطب وكل اللبنانيين ولي في نقوله أنا معالي وزيرة الدخلية الصديق بسام المولوي عم يعمل كل جهده ولكن نحن نطلب من السلطات أنه تطلق يده وتعطي كل الإمكانيات اللي بتمكنوا من الأيام بعمله وهو مع بتأخر عن هذا الموضوع ليلة رزق منا الضحية الوحيدة بهذه السنة المسلسل فعلا أتعدى على صيدليات أمر مستمر ويتعاظم في كل الفترات ولكن قد تكون ليلة رزق من أبشع الجرائم اللي ارتكبت بحق السيادة وغير السيادة ما معقول يكون السيناريو بشبه الضحية اللي قبله ذكرنا باسمه اللي كان فات حدا لا يشتري من عنده شيء وصار فيه ما فينا قبل ما نوصل لنتاج التحقيق ما فينا نتكهن أكيد أكيد نحترم هيدا الشيء ونحن أكيد رح نتابع أيضا مجريات هيدا القضية وهيدا الجريمة ولكن لفينا نقوله بأنه الفلتان الأمني اليوم أصبح مستشري في كل المناطق اللبنانية ما عم بيكون فيه أي رادة على أي شخص أنه يقدم على الجرم ما بنعرف شو هي الأسباب اللي أودت بحياة ليلة رزق ولكن أكيد هيدا الحالة اليوم منوقف عندها لأنه ليلة رزق هي وحدة من الصيادة اللي عم بيقوموا بما همتهم وهيدا الشيء اللي كان أكد عليه نقيب الصيادة جو سلوم شكرا المشاهدين الكرام مالي حسن المتابعة كانت معكم غيدا شبيل وربيع دعوق ترجمة نانسي قنقر